تحياتي و أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من تبفعي في اللي بتيجيكم مني أنا محمل عواد كل يوم ذو أثار حلقة اليوم عن الموضوع دائما فيه نقاش كبير هل يمكن تصير مدرب كبير وإنت ما لعبت؟ ممكن واحد يعرف يطبخ وهم وعمره على بين قوسين مغداق الأكل هل ممكن واحد ما بيعرف شو بصير في غرفة تغيير الملابس وما بيسمع شو بصير في عقول اللاعبين في المواقف المختلفة بقدر يدخل هاي العقول وبيقدر يطلب منهم يعملوا الأشياء الصح في الأوقات الصعبة هذا الشي يوم هو موضوعنا أكيد البعض حيجي يقول لي أنت هرح تحكي لنا أكيد عن موريني وفينجر وروجلز ونغلزمن وممكن أسماء أخرى لكن لا هذه الأسماء ناس دخلت كرة القدم حاولت توصل كرة القدم دخلت ربما حتى بشبه احتراف لكنها ما قدرت تتكمل لظروف مختلفة اليوم حلحكي عن ناس عمرهم ما لعبوا بنادي ما لعبوا بفريق لكن قدروا يكونوا مدربين أصحاب بصمة خلونا نبدأ برقم خمس وربما هو الأقل تأثيرا في اللقائم اللي معنا ليناردو يارديم البرتغالي المعروف مع موناكو اللي نجح في اليونان واللي قدم كرة جيدة جدا مع موناكو تستحق الوقوف المدرب الجريء جدا اللي كثير لاعبين خلاهم يبدأوا معاه أثناء ما يدرب موناكو هم متحت 17 سنة أول من آمن بإمبابي وعطاه فرصة كاملة كلاعب أساسي وفجر واحدة من الوحوش الهجومية في كرة القدم ربما لأنه جاي من برة كرة القدم ما كان لاعب كرة قدم بيعرفش بعض التفاصيل تشجع وأعطى شباب كثير في موناكو الفرصة وكان خيار مثالي جاب الدوري مع موناكو لعب نصب نهائي دوري أبطال أوروبا مع موناكو أكيد يردم من الناس اللي عمرهم ما لمسوا الكرة لكن من الناس اللي قدروا يعطوا كرة القدم شيء ننتقل لرقم أربعة ومدرب نعرف عنه أنه عينه كويس في كرة القدم عينه كويس في الصفقات لأنه قبل ما يصير مدرب كان كشاف مواهب مع جزوين مورين يوم نتكلم عن في الأسبواس اللي أيضا ما دخل عالم كرة القدم الاحترافية يحاول في البدايات قبل الاحتراف وقبل أي شيء بما يقارب حتى نعب الشوارع ولكن ما كمل وذهب ليكون مدرب في الأسبواس كان أغلى مدرب في التاريخ لما تشلسي تعاقد معه مع بورتو اللي حقه ثلاثية أوروبية مهمة مع بورتو الدوري وكأسه دوري أوروبي واللي أعطى لحالم فالكا والهداف وهالك المميز من الفلاس بواس اللي قدم كثير مراحل لما سات مهمة قبل ذلك كان يسمى عين السقر في مواهب وبحث عن المواهب ورجع مؤخرا بعد ما بععد شوي عن كرة القدم رجع من بوابة مرسيليا ترك بصمة جيدة وسجل موقف إنه ما بيسمح الإدارة تتعقد له مع مين مكان ويلا خد دربهم في الاسبواس أكيد من المدربين اللي خلق جدل وحادثة اللي فترة من الفترات في كرة القدم بستهل يكون معنا كمدرب مع عمره لعب ننتقل لرقم ثلاث رجل الثلاثة وثلاثين خطة عامل البنك المصرفي اللي فاس بالدور الإيطالي وفاس بالدور الأوروبي رغم إنه عمره ما فكر يلعب مع نادي كرة قدم رجل اللي كشاف كرة القدم ربما مختلفة بالنسبة لكثير ناس قدم إنبولي جميل ونبولي خطير نتكلم عن موريز يوساري رقم ثلاثة معنا المدرب اللي ربما في كثير مواقف حسسك لو كان لاعب مع الفكر اللي عنده كان ربما أخذ خطوة زيادة لكن بالنهاية قدر موريز يوساري يترك اسمه وبصمته في عالم كرة القدم الإيطالية كثير ناس أعجبوا بيه كثير ناس رأوه كثوري وقاء الثورة في الكرة الإيطالية وبأسوأ تجاربه مع ليوبي وتشيلسي فاز بألقاب وننتقل لرقم اثنين ولولا ربما تفاصيل صغيري كان لازم يكون معي برقم واحد أصعب شي ممكن تعملوا في كرة القدم تجيب كأس العالم لبيلادك فتخيل لما تجيب كأس العالم وكوبة أمريكا وكأس القرات لبيلادك على فترات مختلفة وتخيل لما تكون إنت المدرب اللي دربت خمس منتخبات مختلفة بكأس العالم وتكون إنت المدرب الوحيد التاريخ كأس آسيا اللي فست باللقب مع منتخبين مختلفين وهم السعودية والكوين نحن نتكلم عن كارلوس ألبرت وبريرا اللي أصلا مش بس ما كانش لاعب ما كانش مدرب كان ملو علاقة بالإعداد البدني دخل بالفريق الفني للمنتخب البرازيلي كان متواجد في غانا درب شوي ما مشات الأمور لكن فعلا اللي أعطى بريرا فرصة العمر كان منتخب الكوين بعد ما جاء كمساعد بالجوانب البدنية للمدرب تم إعطاؤه الفرصة وتدريب المنتخب ومنها قادر المنتخب لإنجازات لا تنسى كأس آسيا تأهل لكأس العالم ومن يومها بريرا بدأت مسيرته اللي تواجهها بلقب كأس العالم 1994 مع البرازيل هذا المدرب بالتأكيد من أهم وأشهر الأمثلة إنك مش بس ما ممكن ما تكونش لاعب ممكن ما تكونش مدرب وتنجح في التدريب ما فيش قاعدة ووصفة جاهزة لهاي الدنيا كل الموضوع بتعلق قداش أنت مؤمن بنفسك وقداش ممكن تشتغل عشان اللي أنت بنفسك ننتقل لرقم واحد صانع الثورة الإيطالية اللي مصنف عند كثير ناس ضمن أفضل ثلاث مدربين في التاريخ وما لمس الكرة اللي ترك تصريح تاريخي لا ينسى مش ضروري أكون خيل سابق عشان أصير فارس في المستقبل لما انتقدوا أنه عمره ما لعب كرة قدم أريقوساكي صانع فريق الأشباح اللي فايز مع ميلان بدور الأبطال اللي رجل اللي وين ما راح ترك بصمة على الأقل نظريا وفنيا مهمة اللي عنده عين اعتبروها الطليان مختلفة واللي بيعتبروه أب الكرة الإيطالية الحديثة في الثمانينات لحت اليوم أريقوساكي عمره ما لعب أريقوساكي هو الشخص اللي يجب أن نوقف معه بهذا الفيديو لأنه ممكن بعض الأحيان كل المهم مش إنك تعرف تطبخ المهم تعرف كيف بتنعمل الخلطة كيف تنعمل الوصفة وغيرك هو اللي بيطبخ ممكن بعض الأحيان كتير مهم ما يكون في قواعد مسبقة علموك إياه وإنت بتلعب عشان يكون عندك خيال أوسع وتقدر تكون أريقوساكي تقدر تكون مجدد ربما مش صدفة إنه معظم المدربين اللي قدروا يعملوا الثورية في كرة القدم ما كانوا لعبين كبار مع إنه بعض الناس ممكن تقول لي يوهاني كرويف لكن هذه مسألة دائما فيها نقاش لأنه كان في قبل يوهاني كرويف فرنوس ميتشلز في هولندا ممكن بعض الأحيان التعليم الزايد والمشي بالطريقة التقليدي الزايد عم بيخلق نتائج تقليدي كثيرة للأبد فأريقوساكي بإيطاليا بدولة الدفاع كان فاهم إنه مش هيك كرة القدم غير كثير فيها وأقنع الطيان بمفاهين كان صعب جدا يفهموها وأعتقد لو كان لعب كرة قدم وترسخت في ذهنه الأفكار لربما ما حتى الجرى يفكر بالطريقة اللي يفكر فيها نوصل هون لنهاية حلقة توب 5 كالعادي أذكركم وإنت لما تحضروا الفيديو تتركوا لايك لو أعجبكم وبتتركوا لايك لو ما أعجبكم لأنكم أصحابي وتشتركوا بالقناة وتحكوا لي بالتعليقات شوت توب 5 عندكم لمدربين عمرهم ما لعب كرة قدم احترافية والسلام عليكم ورحمة الله